لتسليط الضوء على الدور الحيوي للإبل تنظم البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية بجنيف بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة بوليفيا ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو ومكتب الأمم المتحدة معرضا تحت عنوان موكب الهيجن طبعا اليوم ندشن فعالية في مقر الأمم المتحدة في قصر المتحدة في جنيف وهذا امتداد لما تم إقراره في عام 2017 وعام 2024 يكون هو عام الإبل وعام الإبل يغطي جميع دول العالم اليوم أكثر من 298 دولة مشاركة في الفعالية هذه المملكة ترأس هذا الملف مشاركة مع دولة بوليفيا اليوم ثقافة المملكة في الإبل عريقة جدا وكبيرة جدا الثقافة العلمية والثقافية والاقتصادية والغذائية الإبل مرتبط بالجزيرة العربية منذ الأزل يأتي تنظيم المملكة للمعرض في جنيف انطلاقا من رئاستها للسنة الدولية للإبل 2024 بالتشارك مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ممثلة في بوليفيا ويسلط المعرض السعودي الضوء على القيمة الثقافية والاجتماعية للإبل في المجتمع السعودي حرصنا من خلال مشاركتنا في المعرض الدولي اليوم أن نستقبل كثير من الدول المتواجدة في الأمم المتحدة للتعريف بالتفاصيل الدقيقة عن الإبل صادقت الأمم المتحدة في عام 2019 على مقترح مقدم من المملكة ودولة بوليفيا للاهتمام بالدور الحيوي للإبل ومساهمتها في الحفاظ على البيئة والأمن الغذائي طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف ترجمة نانسي قنقر